انت ما بتبحث عن لعب فري ما بتجيبش افضل حاجة يعني ما بتجيبش افضل لعب او ما بتجيبش اللعب اللي يستطيع ان يعطي جماهير الزمالك اللي هم عايزينه فبيروحوا لصفقات فري ناس تدت تقول محمود بن طايك الراجل مقتنع به الراجل مش مقتنع به مش هيلعب ماتش السوبر اللي جاي ما حطوش في القايمة حطوه في القايمة الكلام بقى ابتدى يكتر بجانب ايضا بعض اللعبة اللي جاتوا زي مهاب ياسر ورحل عودة سي فاروق جعفر عدم التخلص من تايسون لكن جابوا مشالك جابوا محمود بن طايك جابوا عمر فرج الفلسطيني ومحمد حمدي وكلهم اعراط وعضهم ليس بنية البيع بجانب ايضا ان الجمهور الزمالك شايف ان في مشكلة كبيرة جدا واهم مشكلة هي في المنطقة الدفاعية اللي هو النادي زمالك غاد دلوقتي معرفش لدرجة هما كانوا عايزين لعب مدافع قبل وماتش السوبر شايف الدنيا ازاي واحصياتك ايه طيب احنا هنحلل كل صفقات الزمالك اللي انتدابها خلال المركات والحالي لكن ردا على نقطة توجه نادي الزمالك في التعاقدات اعتقد ان القدرات المالية للزمالك في الفترة الحالية هي اللي بتجبر الزمالك انه يروح لخيارات معينة في الصفقات يمكن مش بس الفلوس اللي بتتدفع للانديا لكن كمان مرتبات اللعيبة بتكون جزء او عامل حاسم جدا في اختيارات الزمالك الزمالك في البداية هو بيحاول يجيب لعيبة فيه بالمناسبة كان رايح لخيارات ممتازة جدا زي كريم البركاوي كريم البركاوي لو كان دم تم انضمام للزمالك كان هتكون صفقة كبيرة جدا ارون بودينزا لو كان انضم النادي الزمالك كان هيكون واحدة من افضل الصفقات اللي انضمت للدوري المصري عبر تاريخه على الاطلاق للدرجة دي لعب صور يا كابتن لعب ممتاز جدا بس دايما كم بقولك اخلاقيا غير ملتاز احنا هنا بنتكلم فنيا لعب اتدفع فيه مرتين في مسيرته اكتر من خمسة مليون دولار شيرة عالترابيزا انديا كان تدفع فيه خمسة مليون وكان هدافت تاوي التركي تقريبا من سنتين بالزبط وراح الدوري السعودي مع الشباب وكان متقلق جدا ويمكن بسبب لقطة شهيرة اللي كل الناس بقيت عرفها ضربة الجزاء اللي دخل سنددها لا صار لاش حلقة يعني على فكرة ضربة الجزاء ممكن واحد بيعملها اللي هي بتاع بلينكا دي ممكن يعملها واللجون طلع زاكي فيها الفكرة مش في طريق تسديل ضربة الجزاء الفكرة انه هو كان غير المتخصص بتسديل ضربة الجزاء هو لدخل شهر ودخل ودي برضو مش اللقطة هي الفكرة لكن هي معبرة عن شخصية اللاعب ان اللاعب دايما داي كنت بتحاول تجيب لعيبة مميزة جدا في النهاية ما قدرتش انك تتعاقد مع اللعيبة اللي كتقدر تصنع الفارق لكن تعاقدت مع لعيبة اخرى